طيب أول حاجة هزأل عليها قبل من أنه ده أكيد أكيد هو برضو حصيلة من مشاهداته وتجارب ومسألة الفنان الجوال اللي عايش جوه الشوارع كتير بس الأول هو أنت تعلمت الغنى يعني لأنه الأداء أداء غنى يعني أداء سليم أنا دخلت بسرح كلية الحقوق وأنا عندي 17-18 سنة أوكي ده المعمل بسرح الجامعة بسرح الجامعة و بسرح حقوق في الفترة من 80-80 لجاية ما بعد كده بقى لأنه تلعنا من ده على منتخب الجامعة على كليات تانية بضلنا على صلة بوصلة حالجامعة حتى بعد ما تخرجنا سنين بسرح الفترة اللي هي تزاملت فيها مع الله يرحمه و خالد صالح الله يرحمه و زملية بقى آخرين منهم نس كتير يعني بعد كده كان فيه بقى محمد هنيدي و طالع عبد العزيز و أحمد عبد الله السيناست و كان لنا شغل مع طلبة تانيين من الجامعة بيجو يشتغلوا معنا في مصرح حقوق لأني كنا عملنا بقى هو كده كده عمل اسم بس كل جيل يعني فالجيل بتاعنا كان عمل اسم كويس عمل بصمتهم فجذبنا بقى نس من آآآآآآ من كلات تانية آآآآ اشتغل معنا المهم يعني بقى ناس بقى النجوم المهم ان في الوقت ده مصرح الجامع كان من نزمالي هو حياتي هو حياتي يعني أنا يوم ما دخلت والله العظيم تلاتة أنا يوم ما دخلت مصرح كولية الحقوق أول خطوة دخلت جدا على المصرح حاجة عجيبة حصلت لي وكأنني مخرجتش من اللغات النهاردة يعني حياتي أنا قبلها قبلها خالد المنتحش خالد الفجر بقون صائل هو متمرد في المدرسة متمرد في الحياة متعرف راح فيين مراهق صعب يعني وبعد كده فجأة نقلة لا أنا مش عايزة أبقى فاشل يعني نكملوا في السكة دي يا دخلوا السجن يا دخلوا بتاقي أنا مش عايزة مشكة فروحت راح في السكة تانية بس الشمال برضو جواك بيغي يعني أول ما دخلت الجامعة وعجبني جواوا المكتبات أول سنة في الجامعة دي أنا قضيتها كل مكتبات الجامعة وكل بحضر أنا حضرتك في إعلام وفي سلسة وقتصاد وفي كلية علوم أنا روحت المحاضرية كده مع الناس وكاني راح أعمل ششنة على الجامعة ففي مقصدي في الجو ده كنت عايزة من الضد مقى اللي الضد من خالد الصيع اللي هيروح في الوابة ده لخالد المثقف المهتم اللي بيدور على ربنا وبيدور على يعني بالفكر وبالفلساء واللي بيدور على البلد والطريق اللي بتاعه إيه بقى الحلقة اللي في النص اللي تقلت المسالمة الجميلة اللي تربط للاتنين المسرح واللي هتعبر عندي أنا في المسرح حيث أنا بكتب شعر مم ثم بكتب مسرح ثم بكتب قصة ثم بعمل أول تجربة إخراج وبمثل وبقود الفريق لأنه بقيت رئيس الفريق وبعدين ولأننا اتطمعي طبعا الصدامي والتأموري والمتاع في عملنا فأه فهم آه كنت أحب الحاجات دي جيدة وأحسن واحدة أعمل لك مجموعة كاملة بتاعه حاجة واحدة وأحسن واحدة أتخرم لك مجموعة تأكد فكنت مرتبط قوي يعني بالقصة وفي ناس الوقت بقينا على اتصال بالجماعية الدراسات العربية جماعية الوطن دي الفرق الأسر النصرية والجسرية الاشتراكية بتاعه كل ده الجو اللي أنا اتربيت منه إجابة بقى على سؤالك بس أنا غيرت غاية وأنت على العزور إجابة عنه أنه هو من قلبي ده أول ما اتخرقت أنا حسنها في الشارع اشتغلت المحامي وفي مكتاب أبوي الله يرحبه كلمحامي كبير بس أنا مش أنا سنة قدرتك في المحاميات أنا مش أنا خالص طب حابقى إيه لقيت من أبوي الله يرحبه وحسن لي يعني لأنه كان راجل فاهم قوي وإنسان يعني جيه لأني قال لي أنت عايزك بعد اللي أنت هتعمل إيه في حياتك مش فاهم السؤاله قال ليها بفاهم السؤال أنا دخلت لقيتك بتكتب على الكطاق في محكمة ده بالخلق بنتوز علينا إحنا محاميين صغيرين القضايا فبكرة هتروح تحضر الحيطة دي هتقدم ورقة تقول فيها إنه كذا ومشان وكذا فأبوي خلص في حاجة كانت عبدين أظن وجيه بيمر يشوف المحاميين بقى بيتحركوا فين وعملوا إيه فأجي قال لي شوفتك وأنت واقف في محكمة التجنوب لكن على الشباك قال لي بالملف بظهره وبتكتب بسيط لك تجيب شعر فلما روحت قلت لأمك ده مش هيكمل في المحاميين فتعالي نختصر المسافة عايز إيه عايز تعمليه كان هو عامل إيه بقى أول ما قانف إننا هتخرج وحشتغل لأن أنا في الجامعة روحت بقى في الشمال بقى منظماته هيقفضوا علينا بقى فما سدق لي فغير حاجات في المكتب وفي نظامه وكان دخل شوية في التوزيع كان يعني كان مستشار لغرفة ساعة سينما وكان في قسط التوزيع له سينكا كده يعني في الشوط ركز على حاجات اللي هي خلاص إحنا محمى صرف ومش هنرتبط بشركات يعني التوزيع يعني أنا كان في الوقت ده لو رحتوا بتقوله خلينا مسل تمثل في سهلة مسل مش طبيعي طبعا مش ولا هو وكتب إحنا عندنا خلان أبويا محمين فالله الحمد الله الحمد فعبد المنجيد وعبد الحميد باشا ومش كان صار 19 مش يعني قبل لأ صار 19 طرعين مع مع الصار ده مكتبهم وبعدين مكتب جمال الصوي حاليا وخالة جمال الصوي دي في المحامين حاجة يعني يعني إنت هتفهمها طبعا يعني كنا مسلا تعمل شركة فكتبت كده حطت ابنك بعد كده يعني ليها معنى فيه قرس فأنا خاف أخزله عايز عندني كل أنواح الإغراءات أنا متقرر 85 فمدرما عايزي يضبط لي يعني بالمكتب بحب فهو إيه تاخد 100 دولار 100 دولار دي كانت وقتا يعني 100 دولار دولار فطبعا كنت حسين إنا يعني إيه مش وجبت عربية جميلة جدا وبتاح وفجأة خلصت كله وروح رايح على بركة الشباب مش عارف إيه أعمل مصرحية وقال بالصورة طب إيه ها فأفهم أصدق يعني هتفهم وخايف عليك وأمي خايف عليك بس أمي طبعا الطريقة الأوضح إنت هتودي رمسك بداية يبني بلايش السكة دي طبعا مع إن هي في الأخر بتحب إلا أنا أبا بعمل حاجة اللي أنا طبعا وأول ناس في المصرح بيحضروا لي هوبها الثلاثة أبويا وأمي وأختي فهو إيه دا ليفهم إن هو أنا مش هكامل في الليلة وده اللي حصل إنا أخرجت بالمصرح هو ليه نفسي في الشارع أعمل إيه فارتبطت بكلية الأدام عشان أنا نفس فلسفة وأعمل مصرح وعملت أول مصرحية مهمة بقى بعد عملت اللي أقول إنها تجريب كده التانية أول مهمة ليه لأن دي اللي بدأت كده الحمد لله يعني فبتتحطت الحاجات دي طبعا بدأت اللي عندك 24-25 سنة كنت عرفت اللي رايح فينه وبدأ بس مش عارفة أوصله إزاي فدخلت من دا على مصرح قوات المصرح على على اتجاه المصرح الحر اللي إحنا بدأناه كجيل ثم الهناجر فبقى كإن الهناجر دا زي بيتي المصرحي الأمن نفس الأحاسيس الجميلة اللي كنت حاسيسها في وقت بتاع كنت الحوق مصرح حوق وقت تعرف تفكر فيه لو يتعمل إيه يمثلك ويمثل جيلك في بلدك النهاردة ترجمة نانسي قنقر